دراتي مشاهدين الكرامة نسيح حضراتكم وموجز التساعة مع لندة فضاليا لندة شكرا هدير التساعة بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعمال الانشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي خرص على الاطمئنان من العملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لأرائهم مهنئا إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم وتضمنت جولة رئيس السيسي تفقد سير العمل بمحور جهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رامسيس حتى طريق الأوتوستراد فضلا عن أعمال إنشاء محور حصبال الكفروي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي وحتى حي الأصمرات إلى جانب المراحل النهائية من محور دكتورة سميرة موسى الرابط بين حي الأصمرات ومناطق شرق القاهرة والقاهرة الجديدة أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزء كاهني كنيسة السيدة العذراء بمحرم بيك أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإداعيه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعى خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تفقده السيطرة على أفعاله وذلك بعدما استجوبته وأوضحت النيابة العامة أنها استمعت لشهادة 17 شهدا على الواقع وعينت محل ارتكاب الجريمة واطلعت على آلات المراقبة المثبتة بمحيطه وتلقت نتائج التقارير الفنية من مصلحة الطب الشرعي ومركز الإسكندرية للسموم بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه وفحص عينات من المتهم بيانا لمدى تعطيه أي مواد مخدرة أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد حجاج موسم الحج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا لضوابط من بينها أن يكون الحج للفئة العمرية أقل من 65 عاما مع اشترات استكمال التخصين بالجراءات الأساسية بلقاحات كورونا كما سيكون على القادمين للحج من خارج المملكة تقدم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف وجوده الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف بعد انتقال بعثته مؤقتا إلى بولندا إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا وقالت الإدارة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي أن رئيس وفد التكتل في أوكرانيا ماتي ماسكس انضم إلى كبار المسؤولين بالاتحاد الذين يزورون البلاد وسوف يبقى في كييف لإعادة فتح مقر البعثة وتقييم الظروف تمهيدا لعودة طاقم العاملين من جانبه أوضح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي جاسب بورال أن هذه الخطوة ستعزز تواصل الاتحاد مع الحكومة الأوكرانية وتزيد من إمكانية مساعدة المواطنين الأوكرانيين دعت وزارة الخارجية الروسية دول العالم إلى وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وقالت الوزارة أن موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم موضعي لما وصفتها بالجرائم التي ارتكبتها التشكيلات الأوكرانية ووقف تزويدها بالأسلحة وتشجيع كييف على التخلي عن أسليب القتال غير المقبولة مشددة على أن روسيا على يقين من أن سلطات كييف لن تكون قادرة على التهرب من المسئولية على حد تعبيرها قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخايل مزينستيف إن روسيا تبرعت بسفينة أنقاذ لأوكرانيا وقال المسئول الروسي إن موسكو سلمت أوكرانيا سفينة الأنقاذ مجانا وبدون أي شروط في منطقة تم الاتفاق عليها مسبقا مع خدمة الإنقاذ البحري الدولية مشيرا إلى أن سلطات كييف لا تؤكد وتتجنب بأي طريقة ممكنة التفاعل في حل مسألة ضمان الخروج الأمن للسفن الأجنبية وأن تتخذ روسيا مجموعة كاملة من التدبير الشاملة لضمان الملاحة المدنية في مياه البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر أزوف أعربت الولايات المتحدة عن قلعقها بشأن تقارير عن ارتكاب فضائع بدوافع عرقية في منطقة تيجراي الأثيوبية ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى إنهاء عمليات الاعتقال غير القانونية والقائمة على أساس العرق وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نات برايس إن هناك تقارير تفيد باستمرار اعتقال آلاف الأثيوبيين من عرقية تيجراي تعصفيا في ظروف تهدد الحياة في غرب الإقليم مشيرا إلى أن واشنطن تطالب بالإفراج الفوري عن مثل هؤلاء المعتقلين وتدعو إلى منح مراقبين دوليين حق الوصول إلى جميع مراكز الاعتقال نهاية موجزة التسعانة والاستكمال الباقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل